الراديو 9090 الاطفال بالمشاكل. بمعنى ايه? ان الاطفال عندهم 3 سنين يعني هي شفتي حتى عبير قالت ايه? قالت هي يعني هي فاهمة. لا هي مش فاهمة. هي مش فاهمة المشكلة ولا طبيعتها. هي كل اللي فاهمان فيه ناس بتزعب. هي ممكن تربط المشكلة بيها. بالزبط كده. او فيه تعبيرات غاضبة او ما الى ذلك يعني على الوشة او كده. لكن فكرة ان الطفل يبقى مدرك وفاهم واعي وان ده يأثر عليه بقى. لا دي فكرة بدري شوية العمر ده لسه مش مش قوي كده. فا ودي نقطة بس انا بحب ان انا اه يعني اه اطمن بها ناس تانية احنا بناخد الاسئلة دي كنموذج يا فاطمة بنجاوب بها اصحابها صحيح لكن عايزين نفيد اغلب اللي بيسمعونا. لو افترضنا ان فيه زوج وزوجة مسلا بينهم بعض المشاكل. حال. او بعض الشد والجذب كده. وعندهم اطفال. وبتحصل في البيوت. بالزبط وعندهم اطفال مسلا تلات سنين وسنتين وكده. اه اه فيه لو احنا بقى مشينا بالقاعدة بتاعت انه الاطفال بيتأثروا الكلام ده كله لا الحقيقة ان ده مش مش صح تمام. بدليل ان كل لما الامهات والاباء دول لما بيكونوا هم سلوكيا كويسين جدا مع بعض بعد كده. الاطفال بيبوا عاديين جدا في نفس الوقت. فاهم حاجة ان اه صحيح ان احنا نحاول طبعا نتجانب المشاكل خصوصا قدام الاطفال. ولكن ما نحملش بقى كل ردود الافعال بتاعت الاطفال بسبب المشاكل. اه طبعا. بس الارد وبيني وبينك يا دكتور ما حابكش يعني ينحنوا قدامهم. ما هو دي بقى. ما هي دي بقى النقطة اللي هي ايه انه 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 في ناس يا فاطمة الحقيقة اه وخصوصا في الفترة الاخيرة الواحد عمال يشوف حاجات عجيبة جدا. يعني الناس معرفش ما بقاش يعني ناس بعض الناس طبعا. اه ما بقاش عندهم احساس بالمسئولية يعني اللي هم ازا زي ما انت بيقولي كده احنا بنتكلم على ان انت طب ما انت يا راجل او انت ست محترمين وجبار وتجوزته وخلفته. حبكت يعني تتخنقوا قدام الولاد يعني طب ما تمسكوا نفسكوا شوية لغاية ما تقفلوا عليك والقوضة. وتتخنقوا. وتتخنقوا. وحتى لو 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 تقيتوا يعني مبدأ للخناء اصلا او قاعدة الخناء انما ما مش لازم ده يحصل قدام الاطفالية. يعني لا تنقش قدامهم بهدوء هم مش يبقى فاهمين احنا بنقول ايه? بالزبط. فالدنيا بينها هادي بس ممكن يبقى الكلام اه بس هاتي. من تحت الدرس يعني. بس تون الكلام هادي قدامهم. بالزبط كده. فهو يعني في فرصة عند عند عبير عند اختها انه لو هديته الامور شوية. ما فيش اي مشكلة. الدنيا بتظه معي. سلوكيا هترجع تاني خالص. وهنا لازم نبحث برضو في الاسباب اللي تخلي الطفل يعيط لانه الطفل هنا ده ممكن يكون نوع من انواع الارتداد السلوكي. ممكن يكون فيه قلة اهتمام بالطفلة. فعايز. فهي بترتد سلوكيا يعني ايه? بترجع لمرحلة سابقة بتفكركم بعقلها البطن. هي عقلها البطن بيقول لها انتي لما كنت بتعملي كده وانتي صغيرة كتبت طلباتك بتجاب.